بعد معرفنا ازاي نرسم البنجمومنت على الكاميرات البسيطة لكن هنا ازاي الكاميرات السيمبل او الكانتليفر او حتى البيموس كانتليفر او البيموس كانتليفر محتاجين دلوقتي نتعلم ازاي وليه بنرسم ماكسمام ماكسمام بينجمومنتيجران بس مبدئيا كده لازم الاول نبقى عارفين ايه انواع اللودز اللي عادة بيتصمم عليها الاستراكشورز لما تيجي تفكر كده اشهر انواع ايه فيه مثلا عندنا لودز اسمها ديد لودز ديد لودز ترجمتها بالعربي احمال ميتة وطبعا ميتة هنا مش مقصوب بيها ان ما فياش روح الاحمال الميتة مقصوب بيها دايما اللي هي الاحمال السابتة اللي هي الاحمال اللي عمرها ما تتحرك من ساعة ما المبنى يبني لحد ما يتهد طب الديد لودز زي ايه زي مثلا وزن الخرصانات نفسه يعني وزن البلطات والكاميرات والاعمدة ما دي اوزان سابتة مش هتتحرك من ساعة ما المبنى يبني لحد ما يتهد زي برضو الحوائط الخارجية الحوائط الخارجية برضو من ساعة ما تتبني مش هتتشال وهكذا عادة وزن الخرصانات ووزن الحوائط يعتبر بالنسبة لنا Dead Loads في نوع تاني اسمه Life Loads اللي هي الأحمال الحية وتاني طبعا مش مقصوبين فيها الروح دي الأحمال اللي ينفع تتحرك من وقت للتاني زي مثلا وزن البني قدمين ما هو الناس نفسها بتتحرك كل شوية من هنا ل هنا فتعتبر كوزن متحرك كل شوية ما كانوا بتغير وفي نفس الوقت كمان وزن الأساس وزن العفش بل وزن العفش هو كمان بيتغير ممكن كان بقى مثلا نشيلها من قوضة نحطها في قوضة تانية دولاب مكانه يتحرك شوية وهكذا فعلشان كده Life Loads مقصوبية الأحمال اللي ينفع مكانها يتغير زي وزن البني قدمين وفي نفس الوقت وزن الأساس وزن العفش النوعين دول Dead Loads وال Life Loads دول أساسي موجودين في أي مبنى وعلى طول على طول لازم يتعمل حسابهم أثناء التصميم في عندنا أنواع تانية من اللودس سعابة موجودة أو سعاطلة زي مثلا الWind Loads تأثيري ريح فكين قلنا ريح لما بتخبط في مبنى بتعمل عليه عادة تأثير جانبي بتزوءه في اتجاه معين وخبالك ريح فيها مشكلة إن اتجاهها مش متحدد يعني ممكن تزوء مبنى من ناحية المين ممكن في مرة تانية تزوء مبنى من ناحية الشمال فده لازم يتعمل حسابه أثناء التصميم برضو نوع تاني من اللودس زي مثلا اللي هي الزلازل تأثير الزلازل لما الأرض تتحرك تحت المبنى دي بتعمل معانا عن مبنى لازم يتعمل حسابها برضو في عندنا فكين قلنا في المناطق الممكن ينزل فيها جليد ساعات الاسنو ده ممكن يتجمع بارتفاع متر ونص واثنين متر فوق السقف فطبعا ده لما تماشي حسابه في التصميم سهل قوني سقف ينهار مع شوية جديد وبرضو في عندنا اللاتراللودس اللاتراللودس اللي هي الأحمال الجانبية ممكن مثلا يبقى فيه عندك حاجة سندة على حاجة بتقصى لها تأثير جانبي فلو دي موجودة لازم يتعمل حسابها أثناء التصميم في برضو ممكن مثلا لو انت عندك منشأ موجود تحت المية ضغط المية نفسه ده برضو لازم يتعمل حسابه ساعته أثناء التصميم وطبعا لو دفق أعمق تحت شوية ساعتك كل ما تنزل تحت كل ما طبعا الووتر برشير بيزيد أكتر ممكن برضو السويل برشير لو انت عندك مثلا عمل حيطة يكون جزء كبير منه تحت الأرض وفيه سويل من ناحية واحدة ما فيش الناحية التانية دي برضو ساعته تعمل برشير لازم يتعمل حسابه أثناء التصميم برضو الساتلمنت فاكين قلنا الساتلمنت اللي هو الهبوط واحنا كان في عندنا نوع من الساتلمنت فيه توتال ساتلمنت مبنى كله يهبط مرة واحدة ودي مش مشكلة كبيرة بنسبالنا وفي عندنا فاكين قلنا اللي هو الهبوط الجزئي جزء يهبط وجزء لا فلو متوقع ان المبنى يهبط لازم ساعتها تعمل حساب الكلام ده وانت بتصمم زي مثلا الكريب في كين الكريب اللي هو الزحف وجزء يبطي تتحرك مكانها شوية صغارين دي برضو لازم يتعمل حسابها أثناء التصميم فيه برضو لو مبنى معرض لهيتنج وكولينج يعني كل شوية درجة هارت وتزيد وبعدين تقل أو بره مثلا درجة هارتها عالية ووجوه مثلا درجة هارتها قليلة كل ده بيعمل لازم يتعمل حسابها أثناء التصميم ان شاء الله أغلب اللودز دي هتعرفها وتدرسها بالتفصيل وإحنا شغالين أثناء الكورس بتاعنا لكن عموما دلوقتي بيعمل ان احنا لسه في البداية تعالى نتكلم على اللودز الأساسية اللي هما دول اللي احنا عايزين ندرسهم بالتفصيل النهاردة ونشوف حالات تحملهم ممكن تبقى عاملة زي فاكين قلنا الأحمال الميتة اللي هي ثابتة ومش هتتحرك زي وزن الخرصانات ووزن الحواط عادة الديد لودز في أغلب الكتب مش في كل الكتب بيترمز لها برامز جي فلو انت لقيت جي ده عادة بمقصوب بديد لودز اللايف لودز فاكين قلنا اللايف لودز الأحمال الحية اللي هي الأحمال اللي ممكن تتحرك زي وزن البن قدمين ووزن العفش دي عادة بيترمز لها برامز بي لو احنا حطينا الاتنين مع بعض الديد واللايف دي ساعة من سميها ودي ساعة مقصوب بيها انها هتجمع مع بعض عادة ما نكتبها يبقى بالنسبة للرموزي ممكن نقول لك حاجة عشان نسهيل لك حفظهم شوية جاي من جاي من اللايف لودز اللايف لودز اللايف لودز مجموعة اللايف مع بعض برضو في شوية رموز لازم تبقى عرفها عشان نعرف نكمل الكورس عندنا يا مثلا لو كتبت small letter دي مقصوب بيها dead load لكن distributed uniform load الجي لو كتبت capital letter دي مقصوب بيها dead load لكن concentrated البي نفس الكلام لو small letter يبقى مقصوب بيها live load distributed لو كتبت capital letter يبقى مقصوب بيها live load concentrated الو لو small letter ساعتها يبقى مقصوب بيها total load distributed لو capital letter مقصوب بيها total load concentrated ودي رموز ان شاء الله ان شاءال بيها في الكورس وموجودة في أغلب بكتب الخرصون